اشتركوا في القناة تاريخا دمويا مليئا بالثورات والحروب الدامية لتصل البلاد لبر الأمان مع نهاية العام 1990 الذي ظهرت فيه شمس الديمقراطية وليعقد بعدها بالتحديد في العام 1993 المؤتمر الوطني المستقل الذي وضع قارطة الطريق لمستقبل البلاد صحيح أن الثورات لم تنتهي عند هذا العام لكن الذي يلاحظ أنها قدت أقل دراوة من سابقتها لتمضي في طريقها نحو التلاشي تحت نداعات عديدة أطلقها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والتي لم تقتصر على أداقل الأراضي الوطنية فحسب بل تعدت ذلك لتصل إلى البلدان المجاورة ويكفيك مثالا دارفوري بالسودان والدور الريادي للقيادة التجادية في التوصل للسلام باتفاقية الدوحة ومع إفريقيا الوسطى وليبيا من تلك ببعيدة وبعيدة نقاد الملتقى الوطني الشام لإصلاح مؤسسات الدولة الذي عقد في العام الحالي جدد النداء من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو النداء الذي أرفق بالعفو العام عن الجميع وذلك سعيا لنداء الأم شات التي هي أحوج ما تكون لجميع أبنائها من أجل مواكبة التقدم ودحر التحديات العديدة التي تواجهها وقد لبي النداء من قبل العديد من أبناء الوطن وآخرهم تلبية وزير الخارجية والأمين العام الأسبق لجبحة التحرير الوطني الشادي الذي يقيم بفرنسا الشيق ابن أمر والذي عالن عودته دون أي قيود وشروط تذكر الأمر الذي يشكل بأدرة حقيقية لانفراج أزمة البلاد مع القلاقل المتعلقة بالثورات المسلحة وإيذانا بفتح صفحة جديدة في طريق السعي نحو بناء شاد الوحدة الوطنية والتعبددية السياسية فتاة في أمس الحاجة إلى التنمية والتقدم والإزدهار لرفحية الشعب الشادي الذي عانى حينا من الدهر وإلات الحروب والشتات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر